خلاص قرب وقت ظهور نتيجة السنوية العامة كل الطلاب دلوقتي عندهم أحلام كتير جدا للالتحاق بالكليات اللي نفسهم فيها وكتير من الطلاب والأهالي بيشوفوا أن دي بداية الطريق لاختيار المجال المناسب لهم عشان كده احنا نهار ده هنناقش إزاي تقدر تحقق حلمك بعد السنوية العامة هل لسه في حاجة اسمها كليات قمة؟ ولا لا؟ أتمنى أن تكون الإجابة لا، بس هنعرف هل ده لسه موجود؟ ولا لا؟ إزاي حتى نقدر نغير المفاهيم عند الطلاب والأهالي؟ كل ده هنعرفه من دفتنا دكتور مونا حمدي استشاري الصحة النفسية سبع الخير عليك يا دكتور سواح الفن هل لسه في كل يات قمة؟ آه للأسف ليه؟ يعني طب أعتقد أن دلوقتي حتى مجالات الموجودة في سوق العمل اختلفت جدا جدا طب ليه؟ وبقت فيه فرايتي كبيرة جدا وأصبح سوق العمل طالب تخصصات كتير ودقيقة يعني فيه رينج كبير قوي أو تنوع كتير جدا في الوظيفة المطلوبة أكتر في سوق العمل لكن للأسف مازال فكرة كليات القمة مسيطرة على النسبة الأكبر عشان إحنا ما بنحبش نعمم لأن التعميم شيء أخاطر طبعا كليات مهمة ومجالات مهمة جدا دي مفيش فيها نقاش لكن نعمل الكلام على فكرة حصر الاهتمام أو حصر الأحلام في كليات القمة هو ليه الناس عندهم هذا الفكر المتجمد الثابت والتشبس الفضيع بهذا المساحة الضيقة كليات القمة طب كليات الطبية والهندسة ليه؟ هذا موروث ثقافي وطربوي واجتماعي تقول عشان اللقب؟ مش عشان اللقب انت بصي جميع المعتقدات الفكرية اللي احنا بنتمسك بيها واللي بتتحكم في سلوكنا وفي عقليتنا وفي تفسيرنا الأمور والتعامل معاها بتكون مكتسبة منين؟ مكتسبة من الموروث الثقافي الموروث الثقافي ده بيجي منين؟ من المجتمع اللي انت بتسمعها طول وقت في التليفاجين في الدراما في السوشال ميديا باباكو ممتق دايما المشكلة ان احنا عندنا إشكالية فضيعة في البارنس في الأباء والأمهات أو الوالدين دايما الأب والأم لديهم أحلام يريدوا تحققها في أبناءهم ويعيدوا استنساخ أنفسهم في أبناءهم هم بيعملوا ده بلا وعي يعني هم مش قصدين لكن هو الغالبية العظمة بتبقى كده عشان ما نعمل اللي عنده وعي ذاتي زيادة شوية وفاهم قوي ودرس تربوي وعشان كده دايما احنا بننادي فكرة التأهيل مع قبل الزواج والتأهيل مع قبل الإنجاب لأن الأسف الشديد احنا بنشوف في العيادات وفي المستشفيات حالات الاضطرابات النفسية والإدمانات وكل المشاكل اللي بتبقى عند الأبناء بجميع أعمارهم بتبقى سببها أب وأم غير مدركين للتربية دي بتتم إزاي بيعملوا أخطاء فادحة بيترتب عليها اضطرابات وتشوهات في الأبناء طيب احنا عايزين نقول دلوقتي طبعا يا رب بكل طلاب السنوية العامة بلا استثناء وأهليهم يفرحوا بالنتاج اللي كان نفسهم فيها بس احنا دلوقتي طبعا وارد جدا أننا يبقى عندي طموح وأحلام محددة وللأسف الشديد كنها أنها بتبقى جمدة يعني سبتة كده ما فيهاش مرونة ما فيهاش بدايل ما فيهاش فرايتي ما فيهاش تنوع مش حاطط خطط بديلة لو أنا مش حاطط خطط بديلة قبل كده أنا ممكن بسرعة أعمل حاجة اسمها تغير سريع للمينسيت بتاع للعقلية بتاقي عشان أواجه النتيجة ممكن في خلال فترة قصيرة جدا من النهاردة البكرة أو لحين ظهوري النتيجة أيا كانت أن أنا أعمل تغير سريع للمينسيت بتاعتي والمينسيت معنى إيه؟ أن أنا أحولها من العقلية الجامدة إلى العقلية النمو فيه كاتبة مهمة جدا اسمها كارول داوك كتبت كتاب عن فكرة المينسيت وإن إزاي المينسيت دي هي سايكولوجية النجاح والسايكولوجي في ساكسس إذا أنت عندك عقلية جامدة فحتى لو كنت شديد الزكاء فأنت مش هتعرف أي حاجة في حياتك غير أنك أنت تمشي في طريق يدوبك مرسم لك بالسانتي بينما الناس اللي عندهم عقلية النمو مزلتك كمان تبقى ديئة جدا بالزبط كده عقلية الجمود وعقلية النمو عقلية النمو إحنا محتاجينها دلوقتي في انتظار نتيجة السنوية العامة يعني إيه عقلية النمو؟ إن أنا أبقى عندي تهيئ واستعداد مسبق للنتيجة إن أنا يبقى عندي تقبل لها ومرونة خلاص جاه مجموعة معين المجموعة ده وليكن إن مش ده اللي أنا كنت بتمنى أو مش هيدخنك كلها اللي أنا عايز في لحظة لازم أغير المهندسيت بتاعي وابتدي أحط بدايل يبقى عندي خطة بديلة ده للطربة ولا للأهالي؟ بصي حقولك حاجة إحنا بنواجه كلام للإثنين لأن للأسف الشديد برضو الدراسات العلمية أثبتت إن دايما الخوف من الإخفاق إذا سمي هذا إخفاق هو طبعا مش إخفاق ده من وجهة نظر اللي محققش التارجد بتاعه بيبقى مش الخوف من الإخفاق في حد ذاته ومشاعر المصاحبة طبعا الحزن والضيق والغضب والإنكار والكلام ده كله ولكن الأساس في الخوف من الإخفاق هو فكرة نظرة الآخر تحية الأباء والأمهات اللي سموهم فيه مصطلح كده طلع في التربية اسمه هليكوبتر بارنتين الوالدية المروحية اللي هما بيستبي شابهم بالطيارة هليكوبتر إن هما بيلح أولادهم بيسيطروا على أولادهم على فكرة هما بيبقوش مدركين ده وممكن كمان الأولاد يكونوا مش واخدين بالهم إن هما بيسيطروا عليهم لكن هما في اللاوعي أنا بدي أحقات لابني بأماله بأحلامه بخطته زيني طب هسألك سؤال بنسبع مثلا بجاد طفل صغير أو لسه في المدرسة أهله مثلا هو ماشي في البيت يا دكتور يا بشموهندس ده صح ولا غلق؟ ده زهر في مسلسل بلطو كان مسلسل لطيف جدا يعني جاب البداية الأب اللي هو قاعد بيزرع في ابنه من هو صغير ويجيب له السماعة وكل الألعاب عبارة عن حاجات الدكتور وبلط الدكتور طبعا هو بيعمل ده هو فكر نفسه أنه بيعمله يا سلام بأريحية ولكن هو برضو بيضغط عليه برضو بيزرع بيمهد للحلم الخاص بتاعه إما أنه هو فشل أنه يحقق الحلم ده فعايز يحققه في ابنه أو هو حققه وعايز ابنه أو بنته تبقى امتداد لي فطبعا دول بيسموهم الهليكوبتر بارنتينج اللي هم كلموا عنهم في كتاب عن الأباء والمراهقين طيب أنا دلوقتي مستني النتيجة مطلوب من الأباء والأمهات بلاش نظهر التوتر والقلق والخوف والرهبة حتى لو عملنا ده في الفترة السابقة فترات طويلة جدا وأكيد كل الأباء والأمهات أو خلينا نقول أغلبهم بيعملوا ده طول السنة بوعي وبدون وعي لا إحنا في اللحظات دي اللحظات دي فارقة جدا لأن لحظة ظهور النتيجة مهما كان ابنك مش ظاهر أن هو الآن في ناس ساعات يقول مثلا ده أنا ابني مش همه وعمل نفسه ولا في دماغه وقعد ينام ويلعب ما يمكن دي الدفنس نفسي بيعمله عشان يتغلب على التوتر في واحد تاني ما بينامش وتعبان وألقان وقعد بيعبر عن ألقه أنه دلوقتي التوتر خلاص ما روش معنا يعني خلاص اللي حصل حصل وإن شاء الله مفيش حد في انتظار نتيجة مصرية في حياته ما بيبقاش متوتر ولكن التعامل مع التوتر والضغط بيختلف من الشخص وقت درجة التوتر بتختلف كمان يا دكتر بتختلف طبعا ففي ناس بجد يعني ممكن أنا أنا الآن أو عندي فضول حتى أو لا أنا عايزة أعرف أن أنا تكتي كام بس أنا مدرك كويس جدا أنه مفيش حاجة أقدر أغيره هو ده بقى هو ده المايندست اللي احنا بنقول عليه اللي احنا محتاجين نغيره إن أنا شوفي كل ما أنا كان عندي خطط بديلة بتقل تأثير الصدمة أو قطة تلغى مش يبقى فيه أصلا صدمة لو أنا دلوقتي جاية رايحة مشوار أو دخلة مشروع وحطة في دماغي احتمالات إن أنا هنجح بنسبة 100% لأ ممكن أنجح بنسبة 50% ممكن ما نجحش خالص وحطة البداية دي قدام عيني من الأول لما هيحصل اللي أنا مش عايزه أو اللي أنا لا أتمنى هتبقى الصدمة أقل لكن العقلية الجامدة اللي احنا بنتكلم عنها دي اللي هي التشبس بالشيء هو طب وده بيقلل من نجاح حلقة اللي جاي بمسل 85 أو 90 أو 70 هو ما نجحش هو نجح ولكن ليس بمعاييره أو بمقييسه أو بالمقارنة للي هو الهدف اللي حطه من الأول فعلى فكرة كمان فيه فرق كبير جدا ما بين كلمة فشل وإخفاق يعني فيه ناس كثير بتتكلم على إيه أنا فشلت في السنوية العام مين قال؟ فشل معنائي فشل معنائي أن أنت تكون كسلت تراخيت وضعفت وجبنت يعني كنت جبان لكن إنت لو إنت عملت اللي عليك وكنت شخص نشيد وكنت بتبذل جهد وبتعمل كل اللي عليك فإنت ما فشلتش إنت أخفقت في تحقيق النجاح بمعاييرك ورفضت تقبل النجاح العادي أنا لما بقى جاية في 5% أنا كده شايف نفسي إن أنا ده نجاحي عادي مفيش تفرد مفيش تمايز وطبعا الطامة الكبرى عندنا دايما أولياء الأمور إحنا عندنا التعليم بيبقى عمزة طوق النجاح كده اللي إحنا متشبسين به ولو إني فيه فئات دلوقتي وعية وبتدرك إن مش هو ده وإن أنا عايز ابني يبقى عنده صحة نفسية وعنده شخص سوي أهم من الدراسة ممكن يكون ناجح في حاجة تانية غير التالية ممكن يكون ناجح في الرياضة ممكن يكون ناجح في حاجة لي علاقة بالموسيقى يعني مش شرط خالص وعلى فكرة دايما التاريخ مليان قصص كتير جدا لناس أخفقوا في أشياء ومن ضمنها التعليم وأصبحوا بعد ذلك ناس حفروا أساميهم في التاريخ زي طبعا اللي هو أنشتاين طبعا ده كان في الطفولة كان بيوصموه بأنه غبي وما بيفهمش حاجة كان متأخر شوية ومتأخر دراسيا وتقريبا قاعد فترة ما ينطقش وفي الآخر اخترع نظرية النسبية وكسب وجائزة نوبل كمان توماس أديسون اللي اخترع المصباح الكهرابي كمان ما كنا بنتكلم عن المايند ست يشوف هو بيتعامل مع الإخفاق إزاي يعني قال جملة شهيرة قوي قال أنا عمل عشر تلاف محاولة عشان يعمل المصباح الكهرابوي فلما جي عبر عنها قال مش أنا فشلت في عشر تلاف مرة لا ده أنا اختراعت عشر تلاف مرة لا يتم توصيل طيار الكهرابي بيها والمرة طيب يا دكتور دي نقطة مهمة جدا الحقيقة يمكن فيه ناس كتير ما بتاخدش بالها منها طول الوقت الموقف اللي بنعدي بيها هي واحدة من منذ بدء الخليقة لكن فكرة نظرتك ليها هي اللي بتختلف يعني هي اللي بتفرق بأكد على فكرة العقلية دي مثلا تشيرشل تشيرشل كان بيصف النجاح بإيه النجاح هو المضي قدما من إخفاق وأنا بحب استخدم كلمة فشل من إخفاق لإخفاق دون أن تخور عزيمتك أو تهبط إرادتك هو ده النجاح النجاح الحقيقي يقول لك النجاح هو استغلال المتاح إيه المتاح لك دلوقتي؟ جاني مجموع معين مش ده اللي أنا كنت عايزه ولكن هو أصبح هذا هو المتاح إذا أنا قعدت جنب الحزن وبكيت على اللبن المسكوب إيه اللي هيحصل؟ هضيع وقت وههضر طقتي فبالعكس أنا المفروض أستقبل بننصح الناس يعني اللي هيحصل له حاجات زي كده طبعا مش الكل هيجيب كل المجامع اللي نفسه فيها بسرعة لازم يكون عندك خطة بديلة حلو بسرعة لازم يكون عندك خطة بديلة أنا إزاي أقدر إن كنت ولية أمر أو كنت طالب أو طالبة أنا دلوقتي إزاي أحدد أنا أعيز أعبال إيه أنا طول عمري أنا أعيز أبا دكتورة ده غلط جدا لازم أحط خطة بديلة بناء على إيه أعرف حدد إزاي أولا أنا المفترض أنتهز فرصة هذا الوقت اللي أنا شايفها دلوقتي اللي أنا كنت أولا الشخص اللي بيجيب مجموعة مش متوقع ده أصلا فيه تقدير غلط التقدير بتاعه لقدراته غلط فدي فرصة هذا الإخفاق اللي أنت هيحصل ده اللي من وجهة نظرك أنه هو إخفاق حيديك فرصة أن أنت تبدأ تحط إيدك على نقاط القوة والضعف عندك ما هو اللي حصل ده طالما أنت عملت اللي عليك يبقى دي كدراتك اللي بيحصل في المواقف اللي زي دي إن أنا بيبقى عندي فرصة أن أكتشف حدودي وكدراتي وابتدي أستغل اللي فيها عالي وابتدي أحسن المنخفض لازم نعترف بأن إحنا مش كلنا نطلع ده كثرة إحنا بنشوف حاجات غريبة جدا يعني يبقى واحد جاي بمجموع بعيد 20% عن الطب وملوش حتى كمان فرصة في مصر يخش بشري وممكن يكون أدبي إحنا بنتفاجئ إن فيه ناس أدبي يطلعوا برا هو الله العظيم بتحصل أدبي؟ هو الله برا في جامعات اللي هي بالفلوس أوكرانية أو حاجات كده منكتشف إن فيه ناس كانت أدبي وطلعين بيدرسه بشري يعني عايشين وهم طب ما إيه الفايدة لنا إبني حيدخل بشري أو حيدخل صيدالة أو حيدخل أي قطاع طبي كدراته في البيزيكس الأساسية اللي كانت في سنوية عامة ما جابتش ده هل هو هيطلع طبيب ناجح؟ هل أنا فيه فايدة لإبني إن أنا عايشه الوهم وأضغط عليه بشيء فوق كدراته يعني هو مش هيعدي بصعوبة في السنوات الدراسة هيطلع طبيب حاسس بعب هو مش قده طب ليه؟ طب ما هو ممكن يدخل مجال تاني وينجح فيه وفجأة كمان تقبل الموقف لأنه في ناس يطلق عليها أمر بقولك فكرة إنه الدكتور جي والدكتورة جات والحاجات دي بس الدكتورة متاحة في كل المجالات بالزبط يعني مش مجد مش للدرجات دي وهنا مهمة جدا إنه أنا لو ما جديش الهدف اللي أنا عايزه بسرعة أنا ممكن أخذ الفايدة لأنا دخلت كلية معينة أكيد الكلية دي فيها قسم أختار قسم ممكن يكون قريب وخصدها مماشا الله دلوقتي الكليات فيها أقسام متنوعة فكرة التفوق أصلها كل المجالات فيها حاجات كتير فيها ناس كتير جدا بتنتمي لكل المجالات دي فكرة التفوق والتفرد دي موضوع ده موضوع تاني وبيبان فهي مش بستهلق الضغط النفسي ده كله أنا طالبين من الأباط والأمهات حاجة واحدة بس إن هم يتبطبوا على أولادهم أول ما النتيجة تظهر ويحدنوهم ويقولوا الحمد لله لأن كلمة الحمد لله والامتنان الدراسات العلمية أثبتت إنها بتهدي الأعصاب وبتغير العقلية الردى بكل تأكيد ما يبقاش ده بالكلام وأنا نظراتي ووشي والبادي بانجوتش بتاعتي كلها فيها كسرة وخزلان وخسران وكلام من ده طبعا في كل أحوال رب نتمنى طبعا التوفيق لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة ويا رب كل البيوت المصرية تفرح بولدها وإن شاء الله كله يجيب المجموع اللي هو عايزه بس لو لا قدر الله حصل أي اختلاف في الخطط دي نقول الحمد لله ودايما خطة ربنا أفضل لنا كلنا ونشتغل على نفسنا زي ما الدكتور قالت طبعا بحقيها دكتور بورد الحمد للإستشاري الصحة النفسية نواتينا دكتور السبار في المصر شكرا لك